السلام عليكم ورحمة الله اليوم كتبت نموذج أسئلة اللغة الإنجليزية للصفة الرابعة الابتدائي كتبت نموذج الثاني قبل كم يوم نزلت فيديو وإن شاء الله اليوم هذا الفيديو الثاني جبت تقريبا خمس أسئلة أولا السؤال الأول هنا عدنا قطعة نتجاوبون عليها yes or no هذه القطعة نقراها وهذه الأسئلة نجاوب عليها هنا ثلاث أسئلة تجاوبون على سؤاليا يقول لك هذه علي درجتيا فقط اثنين خلينا نقرأ القطعة hello my name is Adel مرحبا أنا اسمي Adel I am from Iraq أنا من الإراك I live in Baghdad أنا أعيش في Baghdad hi my name is Sam مرحبا أنا اسمي Sam I'm from England أنا من انجلترا I live in London أعيش في لندن عيش في لندن هسه مثل ما قلنا بالدروس السابقة إذا تطالب ما تعرف تقرأ أو ما تعرف الترجم باع على هذه الأسئلة Adel is from England خلينا نشوف Adel هو من احنا قرأينا من إراك مو من إجلان إذن إش نكتب هنا no إذن آن انجلت Adel I am from إراك لو كان هنا إراك كان خليت yes إذن نخلي no نخلي no two Sam lives in London آه Sam احنا شقرأينا مو من لندن صحيح Sam من لندن إذن نخلي yes زي ثري Adel lives in بغداد Adel من صحيح من بغداد نخلي yes هذه انتهى السؤال الأول في الماقلة يعني تباوع على الأسئلة هنا كلمة اللي مناسبة بالقطعة وتشوفها إذا أنت ما تعرف تقرأ أو ما تعرف الترجم ميلا عيني choose the correct word between هنا عندنا اختيارات يقول لك choose يعني اختار شني قواعد هذا اللي مناسبة وي الكلمة المناسبة وي الجملة فهذه أول وحدة she are لو is short إحنا الأفعال لازم حافظيها الآية ياخذ am she والhe والit ياخذ is والthey والwe والyou ياخذ are ما دام عد الفاعل she إذن أخلي is يعني أخلي is مو are أخلي دائرة حول كلمة is لين شي لو كان أعدي they we or you كان خلي it are there are a some low box هنا عدنا نختار some ليش لين أدي some للجملة المثبتة فنخلي هذي جملة مثبتة نخلي some three I go to school at low in eight o'clock دائما الساعات نستخدم لها at إذا هنا كان ساعات نستخدم لها at مو إن نخلي at زي انتهي السؤال الثاني السؤال الثالث هنا عدنا لست a ولست b قايل what do you want with what month is it it's april i want a cola يلا عيني قايل لك what do you want كلمة يروحوا على كلمة want باع هاي منشفون هاي الكلمة وياها إذا نتخلون p هذي اختارينها i want a cola three two what month is it شنو الشهر هاذا نقول it's april نخلي a april يعني هذي لسة a ولسة b السؤال الرابع أيضا هنا عدني جبت على شكل توصيل المعاكسات opposite هنا عدنا big big كبير long طويل short قصير small صغير big يتناسب هو yaman ويا small نخلي p big كبير small صغير long طويل short قصير نخلي a short هنا عدنا التنقيط عد كتابة الجملة i am from iraq احنا اول حرف اول كلمة من الحرف الكلمة الاولى نخلي i طبعا هو هذا ال i وين ما كان كان بالنص كان بالبداية او بالاخير نخلي كابتا i am from ننزل i am from iraq اخلي اول حرف من capital iraq وخلي نقطة يعني صارت i not i والiraq وهذه النقطة يعني نموذج اسئلة اللغة الانجليزية للصف الرابع الابتدائي ان شاء الله تستفادون من هذا النموذج وان شاء الله يعجبكم وبالتوفيق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة